أكد الرئيس الأوكراني فلودامير زيلانسك أنه لا بد من إيقاف أصوات المدافع لإنقاذ المناخ منوها إلى أنه لا بد من دعم المبادرة في مؤتمر المناخ وتبع الرئيس الأوكراني خلال كلمته بمؤتمر المناخ من مدينة يشارم الشيخ أنه يؤيد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون عند طموحات شعبنا السيد الرئيس فخمة رئيس مصر ذكر كلمة مهمة في بيانها الافتتاحي يجب أن نكون عند حجم توقعات الشعوب حول العالم الشعوب التي تعاني أكثر من أي وقت مضى أدعمه في هذا الهدف علينا أن نحرص على ألا تتضاعف المعاناة بسبب الحروب العالم ليس أمامه متسع من الوقت لتصدي لتغير المناخ علينا أن نتخذ خطوات فعالة ونحن بحاجة إلى السلام لتحقيق ذلك كل من يعمل لصالح السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر